السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل الوحدة العشرة الدرس الخامس والسادس من نهج connect للصف الثاني listen five helping others مساعدة الاخرين vocabulary كلمات door باب door share شارك share push يدفع push drink مشروب او يشرب drink show it يصيح show it give يعطي give activities number one reading he pushes his friend هو بيقول لي look read and take true بنعمل علامة صح he pushes his friend هو بيدفع صديقه بيزق صحبه او بيدرب صحبه she gives her friend a drink هي بتدي صديقتها مشروب صح she helps with the door هي بتساعد الست العقوزة يعني في فتح البيب true برضو number number four he shouts هو بيصرخ true number five he helps with the bag بيساعدها بشيل الشونط number six he shares his toy train هو بيشاركها يعني بيلعبها باللعبة بتاعته اللي هي اللعبة القطر read and match يلا نوصل number one share بيشارك اللي هو بيدي صحبته القطر number two show it بيصرخ هنو وصلها بلي بيصرخ number three door باب number four drink مشروب number five push بيدفع صديقو look and write the words انظر واكتب الكلمات انا شايفة ده مشروب بقول drink انا بيعطي بيعطي البنت ورد فبقول give الاتنين بيقرو في كتاب واحد فده share بيصرخ show it look and draw هنا لو الحاجة اللي في الصورة دي كويسة بنعمل وش فرحان حاجة مش كويسة بنعمل اللي هو smile زعلان هنا طبعا بيشاركوا بعض بي بيديها الكتاب بتاعه بيديها الكتاب بتاعه بيشاركوا بعض فبرسم هنا smile بيضحك هنا بيضربوا بعض بعمل smile زعلان عندي الصورة الثالثة بيساعدها ان هي تقف بعد ما وقعت دي طبعا حاجة كويسة بنعمل smile فرحان لسن ساكس نمبر ستة بقى اللي هو الدرس السادس look listen and repeat connect with social studies اللي تصول بالدرسات الاجتماعية بوكابلوري كلمات Chinese house ده البيت الصيني Chinese house Chinese house اجلو كوخ الاسكيمو اجلو امشعرفة بصراحة سنة تانية هيستفدوا بايبل اللهم مستعين اجلو كوخ الاسكيمو نيوبيان house المنزل النوبي نيوبيان نيوبيان هنا اليوب تطورك عاملة نيوبيان house snow سلج china صين china نيوبيا نيوبيا النوبة Alaska ولاية Alaska انويت انويت اللي هي شخص من الاسكيمو انويت انيو ويت طيب read and match يلا نوصل اجلو اللي هو الكوخ الاسكيمو number two Chinese house البيت الصيني number three نيوبيان البيت النوبي number four snow سلج طيب هنا language اه اه هنا لما اجي اقول لحد انا من انا من مصر انا من الصين انا من اسكندرية انا من اي مكان فبقول i am from ببدأ بكلمة i am from انا اكون من وبذكر بقي اما اسم البلد اما اسم المدينة ممكن اسم المنطقة على حسب يعني انا هقول ايه فهنا بيقول انا من الصين i am from china i am from china البنت بتقول انا من النوبة بتقول i am from نيوبيا i am from نيوبيا طيب talking about where you live بيقول يتحدث عن اين تعيش اه هنا بقى هقول i live in هنا بقول اسم المكان يعني هنا بقول مثلا انا بعيش في بيت ملون لو بيت النوبة بيبقى عاملين الوان وزخارف ورسومات فبيقول بتقول i live in a colorful house i live in a colorful house انا عيش في بيت ملون طيب الا من الاسكيمو ده هيقول ايه i live in an igloo in alaska انا بعيش في كوخ الاسكيمو في alaska i live in an igloo in alaska يبقى ما باجي اذكر البلد بتاعتي او المدينة بتاعتي او i am from و بذكر اسمها لو انا بعيش في بيت شكله ايه شكل معين فبقول i live in وبقول شكل البيت اللي انا بعيش فيه طيب هنا برضو اكتافتز نكمل بقيته بنعمل بنعمل عالمة صح عند الاجابة الصحيحة نمبر انا من الصين طبعا اول واحد هو اللي الصين او اول واحدة صينية نمبر ايام ان يويت ان يويت اللي هي اللي هو رجل من الاسكيمو او الواحدة نمبر منزل اللي هو بتاع النوبة تاني واحدة ري سيركل اندريت i live in a colorful طبعا بختار house مش kitchen انا بعيش في منزل ملون مش في مطبخ ملون اتسأل بيت ده بيت ايه نيوبيان ولا chinese لا ده chinese فبختار تاني واحدة chinese وبعمل عليها دائرة وبكتبها طيب my house is made of اللي هو البيت الاسكيمو ده بيبقى مصنوع من التلق فبختار هنا snow i am from طبعا البيت دي عرفنا ان هي نوبية فبقول نيوبيا i am from نيوبيا revision مراجعة read and match يلا نوصل number one bed يعني سرير number two tail اللي هو ذيل number three grapes عنب number four chinese nice house منزل سيني number five door اللي هو منزل read and circle يلا نعمل دائرة number one cake اللي هي كيكة او طرطة number two coach اللي هي ريكا او كنبة number three tv اللي هي تلفزيون number four house اللي هو منزلي look read and detector بنعمل علامة صحة عندي دي صورة فبختار كلمة بكيتشور عندي هنا لدولب ملابس فبختار word robe word robe عندي هنا لعب اطفال فبختار toys toys مبنى دا هلي عمارة سكنية دي building read and complete هنكمل من دماغنا مش جايب لي كلمات انا بشوف الصورة بكتب اسمها I have an armchair دا كده قلنا كرسي بدرعين اسمه armchair I have an armchair in my bedroom number two I have a toy train يعني انا عندي لعبة اطر I have a toy train number three I like cake I like cake number four it's a big wardrobe دا دولاب كبير it's a big wardrobe دولاب ملابس هنا listen and write the missing letter بنخ بنشوف الصورة وبنقول الحروف اللي هي نقصة عندي هنا computer نقصة c t fresh اللي هي ميا يعني طازة rh face نقصة ac annuit annuit اللي هي رجل من الخيمو نقصة it وبكده خلصنا الوحدة العشرة يبقى فاضل الوحدة ال 11 ان شاء الله ونعمل اه وال 12 كمان يبقى كده لسه وحدتين على سنة تانية اشوفكم ان شاء الله مع الوحدة ال 11 ما تنسوش تشتركوا في القناة على اليوتيوب قناة مسنفين سعيد التعليمية اضغطوا share وتضغطوا الجرس عشان تشوفوا كل الجديد اللي بشيره بشكركم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته